السلام عليكم ورحمة الله اليوم بنستأنف بقية شروحات تحديث نظام الونيو آي سبعة في الجزء الأول شرحنا كل هذه التحديثات إلين وصلنا إلى ضبط اللقطة المثالية وتوقفنا هنا وقبل أن نبدأ لا ننسى أخواننا في غزة من الدعاء والمقاطعة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبسم الله تجميعات حرة النمط في السابق إذا جينا نسوي عمل تصويري من هنا وقارنناها بالتحديث الجديد إنشاء عمل تصويري بتلاحظوا أضيفت لنا هذه القائمة في السابق كنت ملتزم فقط بهذه التشكيلات الجاهزة أما الآن هذه القائمة تسمح لك أنك تحرك الصور بشكل حر تكبرها تصغرها تدورها والخلفية إذا جينا لها هنا تزيد البلر أو تخففها ممكن تلغي الخلفية أو تختار لون أو تغيرها من هنا لعمل البلس تضغط عليه اختار لك الخلفية حقائش يكون نفس باقي الأشياء هنا الآن الاسpect ratio أضف لنا الخلفية اللي هو أبعاد الجهاز تعديل التجميعات في القصص ورحنا للمعرض ننجي للقصص story نختار أي قصة أصبح بإمكانك الآن في التحديث الجديد تحريك الصور وترتيبها بالشكل الذي تحب بينما بالتحديث السابق ما كنش تقدر ترتبهم أفضل وجه إذا قمت الآن بالتقاط صورة شخصية وكنت مفقل خيار الصورة المتحركة motion photo بعد أن قمت بالتقاط الصورة إذا رحنا للمعرض نجينا مثلا نختار صورة لتلاحظوا صورة متحركة view motion photo في التحديث الجديد بإمكانك تغيير ملامح الشخص فمثلا إذا كان مغمض تقدر تختار له الملامح وهو مبتسم فاتح عيونه نجي إلى هنا حلامة التعديل هذه الأربعة الدوائر أفضل وجه بيقوم بتحديل الصورة المتحركة واستخراج أدة ملامح فمثلا ممكن تغييرها وهو عيونه مفتح أو وكذا فعل أو تفعل عرض المزيد وتختار الملامح الذي تشتي فتلاحظوا هنا بيتغير ولنقل هذه الصورة فعل تم غير الملامح بالشكل الذي اختبنا تأثير الصورة المتحركة نفس الكلام إلى تم التقاط صورة وخيار الصورة المتحركة مفعل التحديث الجديد تم إضاف هذه الخيارات إما أنك تحول الصورة المتحركة إلى بومرينج أو تخليها بالحركة البطيئة تحرك سريع بعد يبطئ أو تفعل إيقاف تشغيل الصورة المتحركة بينما في التحديث السابق مش موجود هذه الخيارات تراجع بسهولة عن التعديلات التي أجريتها إذا كان عندك فيديو وقمت بتعديله مثلاً لو قلنا أنه نعيش نفعل له قص ونضف له فلتر بتلاحظوا بالتحديث الجديد ظهرت لنا هذه العلامة حق التراجع والتقدم بينما في التحديث السابق ما كانتش موجودة ما معك إلا خيار ارجع للشكل الأصلي اقتصاص مقاطع الفيديو تلقائياً إذا رحنا للمعرض وجينا على هذه الثلاث الخيارات فعلنا الانتقال إلى الستوديو واخترنا مثلاً فيديو نقوم تعديله تعديل بتلاحظوا الآن في التحديث الجديد تم إضاف هذا الخيار هذا الخيار يقوم بتحليل الفيديو ثم الاقتصاص التلقائي على أفضل أجزاء الفيديو وإزالة الأجزاء غير الضرورية تحريك مقاطع الفيديو إذا رجعنا إلى الستوديو أب فقمنا بتعديل أي فيديو وإضافة استيكار مثلاً هذا الاستيكار تتلاحظوا بالتحديث الجديد تم إضافة رسوم متحركة بينما في السابق معك إش موجود هذا الخيار مثلاً في حالة الدخول يدخل ببط والخروج مثلاً بشكل تكبير إدارة الحالة الصحية تحلى باليقظة وإشارات سامسونج هيلث جديدة هذه الميزة لها علاقة بسامسونج هيلث تم تحسين تصميم التطبيق فمثلاً أصبحت الأجزاء أكثر وضوحاً مقارنة بالسابق أيضاً تم إضافة المعدل اليومي يعني كم كنت مضغوط خلال اليوم وأيضاً تم عدد تسمية الوعي التام في السابق كان التنفس إذا ضغطت عليه وروحنا لتمرينا التنفس الآن لو تلاحظوا بالتحديث الجديد تم إضافة أربع تمرينات للتنفس أيضاً تم إضافة هذه القائمة والتي بتشرح أشفائدة كل تمرين أيضاً تم إضافة هذه الخيارين كمتابعة شعورك أو التعمل معاينة التطبيقات المصغرة الجديد بهذا التحديث إنه ما يكون معك أكثر من نافذة لنفس التطبيق يرصهن فوق بعض بينما في التحديث السابق كان يخليهم كذا على جم الآن لو أجيب تضغط يقول لك أي من النسختين اللي تشتيهم أما هنا ما بلا تخمن أي أنه إذي كانت منه جاء تضغط لا مش هذه مثلاً هذه فهمتم كيف؟ هنا وضح لك أي من اللي تشتي تختاره فاخترته تجميع التنبيهات لديك إذا رحنا للمنبه أصبح بإمكانك الآن في التحديث الجديد إنشاء مجموعة لعدة تنبيهات الآن لو جيت للمجموعة بتلاحظوا هذه الثلاثة التنبيهات تقدر تشغلهم مرة واحدة تطفيهم بزر واحد أما في السابر ما كنتش تقدر تضيفين كمجموعة حافظ على كل التنبيهات لديك بنفس مستوى الصوت إذا رجعنا للمنبه وروحنا للإعدادات بيظهر لكم هذا الخيار الجديد مستوى الصوت هنا خيارين الخيار الأول إن كل التنبيه له مستوى صوت منفرد بينما الخيار الثاني يجعل كل التنبيهات بنفس مستوى الصوت تحديد محسن للملفات مثلاً إذا نشت نرسل إيميل ونرفق معه ملفات بالتهديث الجديد تقدر الآن تلتقط صورة مباشرة وترسلها بينما في السابق مش موجودة أو مثلاً إذا رحنا نشتر اختار صورة موجودة الآن في التهديث الجديد تقدر تحدد أكثر من صورة بينما في السابق ما تقدرش لو جيت شيء تضغط علىها تتحدد شوف يرسلها على طول أيضاً تقدر تفعل لهم معاينا خيارات متقدمة للروتين إذا رحنا للإعدادات نزلنا للأسفل الأوضاع والروتين ويحنا للروتين اللي ما عرفش إيش هذه الأوضاع والروتين أنا كنت فعلت فيديو توضيحي لهذه الميزة الجبارة في سامسونج وكان الفيديو بعنوان كنز سامسونج المخفي ببساطة هذه الإعدادات تسمح لجهازك بالقيام بالعديد من المهام بشكل أوتوماتيكي وفي هذا التحديث الجديد تم إضافة هذا الخيار إذا رحنا للقائمة الثمى اللي هي ذن تنزل للأسفل بتلاحظوا إضافة هذا الخيار تلقي بيقوم تلقي معلومات من هذه الأشياء وتنفيذ أوامر بناء عليها أيضاً إذا رحنا للخيارات المتقدمة بتلاحظوا إضافة هذه الثلاث الخيارات ولكن هذا أهمها إذا كان وغير ذلك هذا الخيار يفتح لك بوابة واسعة من الأوامر والتنفيذات الآن في قائمة الثمى تقدر تضيف في حالة كذا قم بالإجراء كذا في حالة كذا قم بالإجراء كذا بشكل تتابعي ومتسلسل وينتهي في الشرط الفناني ولكن أول شي لازم تحدد إجراء للحصول على البيانات مثلاً لو جينا لخيار الحصول على احتمال هطول أمطار اخترنا وهنا حددنا موقعنا الاحتمالية حق اليوم تم ومثلاً هذا احتمالية للمطار نقدر نحدد مثلاً أن يكون أكبر من أو يساوي إذا كان نسبة هطول المطار أكثر من 50% مثلاً ثم تم الآن في حالة احتمال هطول الأمطار ويكون أكبر من 50% أقدر أضيف إجراء مثلاً أنه يجيب لي إشعار ولنقول يظهر للإشعار احتمالية هطول أمطار مرتفعة وينبهني لا تنسى المضلة تم وهكذا تقدر تفعل أشياء كثيرة جداً إعادة جدولة أحداث التقويم بسهولة إذا رحنا للتقويم أصبح الآن في التحديث الجديد اختيار أي حدث تضغط عليه باستمرار ونقله إلى أي تاريخ بينما في السابق ما كنتش تقدر تسوي هذا الحركة أرض التقويمات المفصلة على التطبيقات المصغرة إذا رحنا للقائمة الرئيسية واخترنا تطبيقات المصغرة واجت بالتحديث الجديد تقدر تضيف تقويمين لحسابين مختلفين إذا رجعنا وعضفنا تقويم آخر نروح لإعدادات التقويم الأول وتختار هنا التقويم المراد إظهاره بينما في التحديث السابق ما كانش موجود هذا الخيار العدد التنازلي للأيام المتبقية على حدث مهم إذا رحنا للتقويم وكان عندنا حدث معين بتلاحظوا في التحديث الجديد تم إضافة المزيد بينما في السابق مش موجودة إضافة تطبيق مصغر للعدد التنازلي إذا جلسنا ضغط عليه بيفعل لنا تطبيق مصغر في عدد التنازلي لهذا اليوم المهم ناقل جميع الأحداث من تقويم إلى آخر إذا رجعنا للتقويم روحنا لهذه الثلاثة الخيارات وإذا عندك أكثر من حساب مثلا تشيطون كل التقويم حقك من حسابك السامسونج إلى حسابك الجوجل تروح للعدادات تنزل للأسفل مانج كالندر إدارة التقويمات بجي لها عند هذه الثلاثة النقاط بتلاحظوا بالتحديث الجديد موجود هذا الخيار نقل الأحداث بينما في السابق نعمل له إضافة حساب المزيد من الخيارات للتذكيرات المتكررة إذا رحنا للريماندر اللي هو هذا منشعنا مثلا تذكير وروحنا له عند الوقت واخترنا التكرار يعني يكرر لك كل دقيقة أو كل سبوء أو كل شهر الآن مثلا لو اخترنا كل شهر بتلاحظوا بالتحديث الجديد تم إضافة هذا الخيار تحديث التواريخ المراد تكرارها يعني ما يكرر لكش في الشهر يوم واحد فقط اليوم مثلا عشرين لا الآن تقدر يخليه يكرر لك أكثر من يوم بينما في التحديث السابق ما كنش تقدر تسوي هذا الشيء قائمة محسنة للإضافات السريعة إذا رجعنا للريماندر مثلا إذا انتهينا من مذكرة وروحنا للقائمة هذه تنبيهات المكتملة إذا جلسنا ضغطين على التنبيه بتلاحظوا بالتحديث الجديد تم إضافة التكرار أن يقوم بعمل نسخ لكل الإعدادات السابقة وأنشع واحد جديد لأنه لو رجعنا الكل أنشأه من مرة ثانية إذا رأى التذكيرات المكتملة لديك إذا رجعنا للريماندر رحنا لهذه الثلاث الخيارات ورجعنا للإعدادات تنزل للأخير التحديث الجديد تم إضافة هذا الخيار حذف التذكيرات المكتملة إذا ضغطنا عليه فعلناه لتشغيل ولكن بهذا الخيار بيحذف أي تذكير مكتمل بعد ستة أشهر بينما في التحديث السابق كنت اضطر تروح لعند الكمبيليتد وتحذفهم على واحد 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 الاتصال بسهولة بالأجهزة المجاورة في هذا التحديث تم إضافة الأجهزة المجاورة الآن إذا كنتم تلك تلفاز من سامسونج أو تابلت أو أي إكسسوارات أخرى وكلهم ارتبطت من نفس حساب السامسونج بيظهرين لك هنا تضي تمسك أي واحد من الأجهزة وتلسقوه هنا وبيتصل بالهاتف الأجهزة الموصى بها لتطبيق كويك شير في هذا التحديث تم تحسين العثور على الأجهزة بشكل أسرع مواصلة المشاركة على الإنترنت إذا رحنا لخيار الكويك شير نزلنا شوية بتلاحظوا بالتحديث الجديد تم إضافة هذا الخيار السماح بالمشاركة عبر الإنترنت الآن مثلا إذا كنت تشارك ملفات من هذا الجهاز إلى هذا الجهاز وافترقتم وتم قطع الإتصال إذا فعلت هذا الخيار بيسمح لك باستكمال الإرسال عن طريق الإنترنت حماية بياناتك في حالة سرقة هاتفك إذا رحنا للإعدادات نزلنا للحماية حماية الجهاز المفقود بتلاحظوا هذه الخيارات موجودة هنا في البحث عن الهاتف المحمول أما الآن في التحديث الجديد تم إضاف هذه الخيارات الحماية من السرقة معكم هنا ثلاث خيارات الخيار الأول إذا كنت تستخدم الهاتف طبيعي وجاء شخص تسرقه من يدك فجأة تتعرف حساسات الحركة أن الهاتف تم خطفه فيقوم بقفل شاشة الجهاز الخيار الثاني قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت هذا معناته أن الجهاز إذا فقد الإتصال بالإنترنت يقوم بغلق الشاشة الخيار الثالث القفل عن بعد في حالة سرقة هاتفك يمكن أن تقفل الشاشة عن طريق إدخال رقم الهاتف على underweight.com.lock التحقق من حالة حماية أجهزتك بهذا التحديث تم تحسين الحماية على جهازك عن طريق نوكس ماتريكس نوكس ماتريكس إذا رحت للإعدادات الحماية والخصوصية زلزل الأسفل الحالة الأمنية لأجهزتك الآن النوكس ماتريكس إذا كان عندك أكثر من جهاز مسجلين بنفس حساب السامسونج يقوم كل جهاز بفحص الجهاز الآخر والتأكد من عدم وجود تهديدات الحفاظ على أمانك من التهديدات الأمنية في هذا التحديث تم تحسين الأوتو بلوكر الحماية والخصوصية إذا نزلنا للأسفل أداها الحضر التلقائي تم تحسين هذه الأداة تحكم أكبر في حماية البطارية إذا رحنا للإعدادات نزلنا للأسفل البطارية حماية البطارية بروتكتب باتري إذا نزلنا للأسفل بتلاحظوا بالتحديث الجديد تقدر تحدد كم والحد الأقصى بينما في السابق ثابت على ثمانين تأثير جديد للشحر هذا شكلها في السابق وهذا شكلها بالتحديث الجديد وأيضا هنا التحسين إمكانية الوصول هذه الثلاثة التحديثات خاصة بقائمة المساعدة والذي ما يعرف قائمة المساعدة تروح لها بالإعدادات تنزل للأسفل إمكانية الوصول تفاعل ومهارات قائمة المساعدة تسوي لها تشغيل بتظهر لك هنا أيقونة التكبير والتصغير بإصبع واحدة الآن إذا كان مثلا عندك صورة مجينا لخيار سحب التكبير بتلاحظوا في التحديث القديم كان معك زر يزوم وزر يبعد أما الآن بإصبع واحدة تزوم أو تبعد عناصر تحكم محسنة في الشاشة إذا يرجعنا للقائمة المساعدة تحديد عناصر قائمة المساعدة من هنا هذه قبل شوية اللي قلت لكم أنه تم تحسينها للتحديث الجليد تم إضافة هذه الخيارات مثلا اللمس مع الاستمرار الآن لو ظهرنا قائمة المساعدة واخترنا اللمس مع استمرار تلمس على أي مكان لمسة وحدة وبيجز ضغط عليها تخصيص تفاعلات اللمس إذا جينا للإعدادات إمكانية الوصول تفاعلوا المهارات نزلنا للأسفل مدة النقر التحديث السابق كان الإختبار غير مناسب لأنما جي تضغط شوف بينما الآن في التحديث الجديد تفاعل ضبط مدة النقر جرب أصبح الآن ثلاث نقاط اختبار أسهل بكثير يعني مثلا هذا المحاولة مشاهدة مقطع الفيديو مرة أخرى إذا كان معك فيديو وقمت تشغيله بمشغل الفيديو خيارات Open In Video Player إذا وصل الفيديو إلى النهاية في التحديث الجديد بيظهر لك هذا الخيار إعادة الفيديو بينما في التحديث السابق إذا وصل للنهاية يخرج قائمة جهة الاتصال محسنة إذا رحنا لجهة الاتصال فتلاحظوا تم إلغاء هذا الخيار في التحديث السابق ونقله إلى الثلاث النقاط بينما في السابق كانت مفصولة هذه الخيارات مفصولة عن هذه الخيارات إضافة بطاقة الصعود إلى الطائرة بسرعة إلى سامسونج ووليت فهذا التحديث تم تسهيل الوصول إلى سامسونج ووليت الخاصة ببطاقات الصعود إلى الطائرة توقعات النشاط إذا رحنا لتطبيق الطقس فتلاحظوا بالتحديث الجديد تم عادة التصميم بالإضافة لهذا الخيار يقول لك ما إذا كان الطقس جيد للجري أو جيد لركوب الدراجات أو جيد للتأمل خارج التسمية المخصصة للأماكن ترجعنا للطقس ونروح إلى الأماكن بالتحديث الجديد تقدر تلغط على مكان وتضيف لع تسمية مثلا المنزل تحسين تجربة الألعاب لديك إذا دخلت لعبه في التحديث الجديد تم عادة تصميم لوحة معززة الألعاب بينما في السابق هذا كان شكلها تعيين الأداء لكل لعبة إذا رحنا للعدادات مزايا متقدمة مزايا للأخير ضبط معززة الألعاب بالتحديث الجديد بإمكانك الآن تخصيص أداء لكل لعبة مثلا هذه اللعبة ممكن أنك تخصص الأداء حلوية توفير شحن أو أداء مرتفئ وأيضا تحدد الفريم كم تكون فريم على حسب اللعبة إذا هي تدعم 120 فريم بيطلع لك هنا 120 فريم والدقة كم تشي الدقة 100% أو 50% ومعززة الأطارات معززة الأطارات عن طريق الذكاء الصناعي بينما بالتحديث السابق لا يمكنك تخصص لكل لعبة إعدادات نهاية دعم تنزيل اللوحات الجانبية في السابق إذا جئنا للـ Edge Panel وروحنا للإعدادات بتلاحظوا هنا Galaxy Store تقدر الآن تحمل وتثبت أي واحد من هذه اللوحات الجانبية بينما بالتحديث الجديد لو رحنا للإعدادات بتلاحظوا مختفيها الـ Galaxy Store لأنه تم إنهاء دعم إضافة اللوحات من الـ Galaxy Store أما الآن سنتطرق لبعض التحديثات التي لم يتم ذكرها في هذه القائمة كإمكانية تغيير هذه القائمة بدل ما هي عرضية تروح لعند ثلاث النقاط فرز وتخليها الترتيب الأب جديد الآن بتصيل التطبيقات بشكل عمودي ومن هنا توصل لكل تطبيب أيضا إذا رحنا للإعدادات الأجهزة المتصلة في التحديث الجديد تم إضافة هذا الخيار ومشاركة مكان التخزين سمح هذه الميزة بتسمح لشاشتك السامسونج أو لابتوبك السامسونج للوصول لملفات الهاتف بدون الحاجة لربطه بتوصيله وبتظهر ملفات هاتفك على شكل مكان تخزين أيضا في حالة التابلت تم تحسين التاسك بار تروح لهنا غدادات تنزل إلى الشاشة تنزل تاسك بار تروح للستايل وتخلي هذا الأول الآن عشان تظهر التاسك بار تسحب سحبة خفيفة ويظهر لك التاسك بار بالشكل الجديد وبكده نكون انتهينا من شرح جميع التحديثات الوان يو آي سبعة بالتفصيل فإذا عجبك المحتوى لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس وفي أمان الله